مرحبا الشاق الشوكولاتة جبت لكم كيكا سهلا مهلا اهم حاجة اقتصادية كيكا الماء العجيبة انا متأكدر انها لتنالاعجاب ديالكم شي حاجة اللي كنت تسلكنا من كنوا حاصلين ما عندك والو في الدار وكتبغى تدري شي حاجة حلوة كالوليداتك في القوتي جربي هاد الكيكا عدي تعجبك بزاف بزاف تابوا معايا الفيديو تالاخير وما تنسونيش بتشجيعاتكم حبيباتي يلا كل شي كل شي دير جمال كناسين يلا ديروا لي لايك وكتبوا شي كلمة طيبة مخسرتوا والو يا البنات واشتركوا في القناة باش هكا دائما توصلوا بجديد الوصفات يلا مشوا نشوفوا الطريقة تحضير هاد الكيكا وبسم الله على بركة الله فغادي نحتاجوا الكأس نتاع السكر انا استعملت الكأس نتاع الشاي كأس نتاع السكر والكأس اللي عبرتي به السكر عبره به كامل المكونات الاخرى كأس السكر ذاته في ايناء وضفت عليه بنفس الكأس كأس ونصف ديال الماء كأس ونصف نتاع الماء العادي وغادي نضيف عليهم هنا يا خمس ملاعق من الزيت خمسة ملاعق كبار ديال الزيت شو معايا رحنا ذاك شي ما غادي نضرو فيها لابيد لوحليب لويلو جيزو ايونا غادي نضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال الخل هاد الخل ضروري هو اللي كيعوضنا هادك البيض اللي ما درناش ملعقة كبيرة ديال الخل ما ننسو بشو حد رشيشة خفيفة ديال الملحة وغادي نخلط هاد المكونات بالفويل عادي نضرب لوالو وهنا ايادرت واحد الملعقة ديال القهوة سريعة الدوابان اللي كتعطي واحد دوقة رائع خلط هاد المكونات البنات مزيان مزيان هكا حتى كدبنا هديك القهوة مع المكونات الاخرى بالنسبة للنواشف غادي نضيف ميتين جرام ديال ديال الدقيق اللي هي جوج ديال الكيسان الدقيق دي ما غرب له وزوج اكياس من خميرة الحلويات 14 جرام سافي وغادي نضيفه كذلك ملعقة كبيرة ديال الكاكاو بودرة ولا هاد الساشي لعندك ساشي هدي تديري واحد ساشي ولا عندك هاكا كتشري ذاك نتاع العبار خودي ملعقة كبيرة سافي خد تخلطيلي كامل هاد المكونات حتى كيبقى شيبان هادك دقيق وكيولي ادنا واحد الخالد زوين متجانس وكيكون شوية خفيف ما كيكون شوية خفيف بهاد القوام اللي واضح امامكم سافي هاد الشي ما نسحقو في هاد الكيكا هقولي لي سهلا ولا ما شي سهلا ها تقولي اكرمها هاد صعب علينا فهنا ياخدت صينية اللي غاد ندخلها للفرن انا اختارت هاد الصينية المستطيلة اكيد ممكن تقدري تديريها في دائرية القطر ديرها ما بين 26 هاكا سنتيم اه دهنتها بزويتها غبرتها بالفارينة وخويت الخالد ديالي كامل هاد ندخلها للفرن ساخن البنات اللي كيقولولي درجة الحرارة اختكم ما عنديش فرن ديال الضو عندي نتاع اللي غاز انا اي كنسخل الفرن مزيان وكندخل الكيكا على نار مهيلة على الحد ديالها سافيتا كتشوفوها ينشفت كتدخلو سيكين ولا كيغضو سافيتا هنا شف كتشعلو لها من الفق واحد شوية وكتخرجوها سافيتا هنا مولينيكس وخديت 4 كاس نتاع الزيت غير 4 كاس ما نقولوه ربع اللي هو نص نتاع نص 4 كاس نتاع الزيت ترتوفو في مولينيكس ستتعليها 4 كاس سكر وزتعليه ملعقة كبيرة ديال كاكاو ديما الكاكاو خدو البني متاخدوش الاسود مشيزين خدو البني وضفت هنا قلبة ديالي ياغورت اي ياغورت كان عندك انا عندي هدا ياغورت نتاع الفواكه ديري اي ياغورت فاني طبيعي اللي عندك ديريه ما عندكش ياغورت ديري لي نص كاس حليب مع هاد المكونات بصح لياغورت كيعطي الضوقة رائع هاد يخلط هاد المكونات مزيان نميكسيهم وكتحصلوا بها هاد شي بسلسلة شوكولات اللي رائعة ما تحتاجوا لقطع شوكولات لوالو هادية تكون كافية وتقدرو تعتمدوها بتزيين اي كيك ديالكم شوفوا كيفش كاتجي ماشا الله شكلا وذوقا كدالي كاتجي رائعة سافي غاد نحتفظو بها على جنب البنات وغاد نمشيو نخرجو الكيكا ديالنا من الفرن تقريبا نتاخدلكم واحد خمسة وعشرين حتى ثلاثين دقيقة كتطلع شوية في الحجم ديالها وكتنشف كيما قلتلكم كتدخلو فيها السيكين باش تأكدو انها خرج نظيف دك السيكين كنت عارفو طابت هنا قلبتها وغاد نقلبها على الوجه ديالها بهاد الطريقة وهي تخونة غاد ندير علي هاديك سلصة شوكولات ما نخليها حتى تبرد باش شوية كتشربها وكتدخلوها عدل تلاجة كتبرد هنا بغيت وغيت شدوها كسلصة شوكولات وتخويوها مباشرة انا كنفضل انا نديرها هاكا بلاستيك غدائي وكندلها واحدة هاكا تقيبة من الجانب وكندوز هاكا كيجي شكل ديالها زوين كديم نظمة وهاكتها خدمتك كتكون نقية فكنوزع لي هاديك شوكولات بهاد الطريقة او سلصة شوكولات بهاد الطريقة هادي وهنا هي تقدري تزيني باش مبغيتي انا في الحقيقة البنت ولا مكان عندي في الدرلم مكسارات لولو وشنو درت اخدتش يا ديال الكوكيز انتع لوليدات وهرمشتو وزيت بيه في الواسط عارش كنقولك انت يا دي ما دي بانيراتك في الدار ما تخليش روح كصافغي ما عنديش ما نديرش لا فدرت له هاكا غي في الواسط وجد شكل ديالها زوين فالبنت كتخليوها كتبرد وكتقدموها كتقطعوها كجيزوينة هوية من الداخل غد نقطعلكم واحد المرسو وكيما انا دي ما كنسبقلكم كنعطيكم شكل نهائي في اللول باش كتكونو مرتاحين فهي اشتوكي باش كتجي من الداخل خليوها تبرد وديروها معقهي وديال لعشية ولا شي بريري ديالاتي يا سلام فان شاء الله اللي بنتجربوها وتردو علي الخبار في التعليقات وكيما يا حبيباتي ما نبخلش عليكم بالوصفات حتى انتوما ما تبخلوش عليها خليولي غي لايك واحدة ما تكونو شوية ساخية سمع اختكم شي كلمة طيبة تعليق زوين اللي ممشتركش في القناة تدير ابوني اللي بغدير فيها بليزير تفارتاجي الفيديو ما احبابها وصحابها كذلك مرحبا بكم في الصفحة ديالي على التيك توك قدي نخليها لكم في صندق الوصف مرحبا و الف مرحبا كنحطي غوصيتها كسريعة يلا نتلقوا في الوصفة القادمة مع شي واتصافة معت سلامة